الصحافة الإسرائيلية واليوم نتحدث عن أبرز ما جاء في العنوين عملية طاعن في وسط تل أبيب وشرطة الاحتلال تستنفر بحثا عن الطاعن ننتقل المتابعين الكرام ماذا أعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشق روات حماس كما أطلقت عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية في إشارة لعمليات الاختراك المتواصلة لهواتف جنود الاحتلال الإسرائيلي وننتقل لبن دافيد ماذا فعل بالمملكة العربية السعودية نبدأ متابعين الكرام بالخبر الأبرز لهذا اليوم ألون بن دافيد وهو صحفي إسرائيلي بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين تنقلوا في الطرقات السعودية ووصلوا إلى بعض المساجد وحاوروا بعض السعوديين تحت عنوان العصر الجديد في العلاقة ما بين الاحتلال الإسرائيلي والمملكة العربية السعودية ألون بن دافيد كان يناقش السعوديين متسائلا كيف هي أوضاع المملكة اقتصاديا ثم تنقل في التعريم عن نفسه بإسرائيلي ثم كانت ردة الفعل ما بين وجوم وما بين قبول لكن الأهم هو ما تعلق بالزيارات المتتالية من قبل إسرائيليين للمملكة العربية السعودية كشف بن دافيد عن وجود ما يعرف على الأقل بأفواج كثيرة من السعوديين الذين هنا جاءوا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة فالتقوا بإسرائيليين أو أسسوا شركات اقتصادية وكشف أيضا عن وجود نخب إسرائيلية كما قالت معاريف قبل ساعات من الآن حول رجال أمن جاءوا للسعودية ضباط مساد جاءوا للسعودية ما الذي يفعل ضباط المساد في بلد عربي ظلت تقول عن المبادرة العربية بأنها عنوان العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي ما الذي يدور في الخفاء في بطل السعودية مع الاحتلال الإسرائيلي هذه تساؤلات اليوم يثار نقاشها في العلاقة السعودية الإسرائيلية على ما يبدو هنا الغريب والمستغرب بأن نخب وازنة في المملكة العربية السعودية يرتبطون في علاقة مع إسرائيليين بدأت الحكاية بما يعرف بيهود الولايات المتحدة ثم تطورت فأصبحت المساد ثم تطورت فأصبحت ضباط أمن بتخصصية عالية في العلاقة مع السعودية التساؤلات الأكبر إلى أين تذهب هذه العلاقة هذا ما ستفاجئنا به الأيام القادمة عندما يأتي بايدن هنا إلى الأراضي الفلسطينية ويلتقي لبيد وسيحدثه عن المفاجأة في شكل مشاريع وطبيعة علاقة وهندسة علاقة ما بين السعوديين والإسرائيليين نقاط عديدة برزت في التطبيع الخليجي وهذا التساؤل الذي كان متابعين الكرام على الصحافة الإسرائيلية القنوات الإسرائيلية عمدت في السنوات الماضية تحت عنوان العلاقة الخليجية الإسرائيلية تبين متابعين الكرام من خلال الإطلالات المتتالية للعلاقة العربية الخليجية ثلاثة متغيرات علاقة دافئة تربط ما بين شخصيات من المجتمعات الخليجية باحتلال إسرائيلي هذه العلاقة الدافئة كانت علاقة اجتماعية راسخة بمعنى يزور الإسرائيلي العواصم العربية فيلتقي مواطنين أو شخصيات وازنة أو اقتصاديين بينهم هدايا وعلاقات ممتدة وهذه وصلت إلى حتى عارف الرجال بالنساء والنساء بالرجال والأبناء بالأبناء حكاية فيها ود بن قسين الجانب الثاني متابعين الكرام هو شركات اقتصادية وعندما نتحدث عن شركات اقتصادية التقديرات بأننا قادمون إلى رقم المليار للاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وصولا إلى سبع مليار متحرك ما بين الخليج والكيان الإسرائيلي النقطة الثالثة متابعين الكرام وهي العلاقة الأمنية التي فتحت تساؤل هل فعلا ما جرى من اغتيال المبحوح على سبيل المثال في الإمارات كان محض صدفة بمعنى هل جاء الضباط المسادي دون مساعدة إماراتية فقتلوا ثم خرجوا هل هناك تنسيق بوزن متابعة ما يدور الحديث عنه اليوم مع الدول الخليجية وبعض الدول العربية الأخرى المطبعة بأن العلاقة مع الاحتلال تجاوزت الشكل والاقتصاد إلى بطن الأمن منذ سنوات طويلة ننتقل متابعين الكرام إلى حكاية شيرين أبو عقلة الذي جرى اعتبرها هزة مهمة في الشارع الفلسطيني كيف انتقلت الرصاصة من الفلسطيني إلى الأمريكي ووصلت إلى الإسرائيلي الصحافة الإسرائيلية قالت بأن هذه الرصاصة القادمة من مدينة رامالله جاءت من قبل السلطة الفلسطينية إلى السفارة الأمريكية في مدينة القدس وكان عنوان اللقاء بأن ما يعرف بالمعامل الإسرائيلية هي التي توقف وراء تحليل الرصاصة البيان مفاجئ للخارجية الأمريكية الذي تحدث على أن معالم الرصاصة لا يمكن أن تشي بأن القاتل إسرائيلي وهذا لا يمكن من خلال استدلال على طبيعة القاتل ومن القاتل إسرائيل اليوم فجرت مفاجأة كبيرة قالت بأن الأمريكي حلل هذه الرصاصة بالمعامل الإسرائيلية ومن خلال الخبراء الإسرائيليين معنى ذلك متابعين الكرام بأن التقرير إسرائيلي والتوجيهات إسرائيلية تساؤل ما الفائدة الذي جنتها السلطة الفلسطينية من عملية إرسال الرسائل أو إرسال الرصاصة إلى الاحتلال الإسرائيلي العالي الصحافة الإسرائيلية تقول بأن هذا طلب أمريكي وأن الفلسطيني سيقدم إليه بعض التسهيلات بروز بعض الحراسي أو بعض العاملين في معبر ألمبي في الإشارة إلى المعبر ما بين الأردن والأراضي الفلسطينية والجانب الآخر 4G في الزيارة السابقة للرئيس الأمريكي أخذنا 3G في الزيارة الحالية 4G مقابل على ما يبدو إغلاق ملف شرين أبو عاقلة هكذا تطمح الولايات المتحدة ليظل رسم الإجابة لدى الفلسطيني لماذا سهل التشكيك برواية القتل متابعين الكرام الاحتلال الإسرائيلي يتحدث اليوم وهذا كان تصريح على اللسان بن يانتس وتصريح على لسان ما يعرف بقائد أركان جيش الاحتلال الذي تأسف لقتل شرين وشكك بأن يكون جنديا من جنوده قد قام بإطلاق النار وبناء على ذلك هل أغلق ملف شرين أبو عاقلة تحت عنوان إرسال الرصاصة في التوقيت المريب ننتقل متابعين الكرام إلى ما تحدثت في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عملية طعن في وسط تل أبيب هذه العملية على ما يبدو كما تقول الصحافة الإسرائيلية شاب يبلغ من الأربعينيات من العمر فلسطيني للسحنة والوجه قام بطعن إسرائيلي في عدة طعنات في منطقة الرأس مما أدى إصابة مستوط بجروح خطيرة نقل على إثرها لأحد المشافي الإسرائيلية استنفار للشرطة الإسرائيلية وملاحقة في أكثر من مكان شرطة الاحتلال تقول بأن المنفذة نجح بالفرغ ننتقل متابعين الكرام إلى الشقروات اللواتي عد بشكل كبير على الصحافة الإسرائيلية تحت عنوان شقروات حماس ماذا أعد جيش الاحتلال لمكافحة هذه الظاهرة التي قال الاحتلال عنها حماس تعمد في الفترة الأخيرة إلى اختراق هواتف جنود الاحتلال استخدموا بذلك ما يعرف بوسائط التواصل الاجتماعي والتي كانت عبارة عن التليجرام ترسل حركة حماس عبر صفحات وهمية تدعي بأنها صفحات تعود لنساء يرتدين ملابس البحر أحيانا أو ما يعرف بالفتيات الأكثر جاذبية في محطات التواصل الاجتماعي تقوم هذه الفتيات بإرسال روابط تتعلق بلعبة كرة قدم تتواجد في فضاء التفاعلات الاجتماعية مع أن يدخل الجند الإسرائيلي على هذا الرابط حتى تصبح كتائب القسام كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية تسيطر على هواتف الجنود تقوم بالمتابعة وأخذ المعلومات والتصنط على وحدات الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي اتخذ خطوة مهمة لبناء ما يعرف وحدة مكافحة التجسس على جنود الاحتلال من خلال ما يعرف ببناء برمجية عالية تحفظ عدم التسلل من المعادين كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا المعمل الذي ألف على يد سبرانيين بن قسين يقومون بعملية المتابعة والتتبع والتوعية لجنود الاحتلال حتى لا يقسقطون في يد المقاومة الفلسطينية ننتقل متابعين الكرام إلى الشهادات المتتالية حول قضية ألف المتعلقة بفساد نتنيهو على أبواب الانتخابات الإسرائيلية والتي تعود مرة أد أخرى إلى الواجهة بعد أن قام أحد الشنود أو أحد الشهود بتقديم شهادة ضد نتنيهو فساد نتنيهو قضية ألف تتحدث عن فساد تتعلق بهدايا جاءت إلى نتنيهو بقرابة أكثر من قرابة نصف مليون شيكل هذه الأدايا هي عبارة عن سجائر فارهة أو سجائر غالية الثمن أو ما يعرف بمشروب الشمضانيا غالي الثمن أيضا كانت تأتي من دول مختلفة من بعض رجال الأعمال رشوة لتمرير بعض الملفات العراب لهذه العملية يا زوجة نتنيهو صارة التي كانت تطلب أنواعا من النبيذ خاصة وتطلب أنواعا من السجار أيضا خاصة نتنيهو كان يستمتع في عملية التدخين من خلال وضع السجار في علبة الشمضانيا ثم يقوم بشربها هذه النقود أو هذه الهدايا التي كما أشرنا قاربت أو زادت عن نصف مليون شيكل اعتبرت في الكيان بأنها أحد أبواب الفساد التي مكنت لنتنيهو استئثار بأموال من خلال تمرير صار نتنيهو بعض القضايا المتعلقة بالذين يقومون بعملية الرشوة للاحتلال أو لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ننتقل المتابعين الكرام إلى الحديث عن استطلاعات الرأي المتواصلة في الكيان حول من سيحكم الكيان خلال الفترة القادمة الاحتلال ما زال يقول من خلال موازين القوى بأن ضبابية حتى الساعة حول رئيس وزراء القادم نتنيهو ما زال هو الذي يتربى على عرش استطلاعات الرأي وحزبه ما زال الأكفر حظا في عدد المقاعد لكن فيما تعلق بالتكوينات التحالفية ما زال نتنيهو يحلق عن 57 إلى 59 مقعد حتى الساعة لا يملك أي من الأحزاب ما يعرف خارطة توليد 60 زائد واحد العرب الفلسطينيون في الداخل ما زالوا يمتلكون تقريبا أحد عشر مقعدا هم الذين سيحسمون التوجهات لمن سيحكم الكيان خلال السنوات القادمة دمت بود وتابعينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة من شمبانيا نتنيهو وصولا إلى الشقراوات واختراك حواسب الاحتلال ثم ألون بن دفيد متواجدا في المملكة العربية السعودية يضحك مع العرب هناك ويزور مساجدهم ويصلي صلاة اليهود على أمل اختراك عربي جديد إلى اللقاء